السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة عالم إيمان فتيان طبعا فيه ناس ممكن تعرفني في الفيديو ده أنا إيمان فتيان عندي قناة أولى بعمل عليها عرايس الأمجرومي أو عرايس الكرشي أو الأمجرومي حبيت أنفذ العروسة دي وتكون أول حاجة أعملها على القناة بتاعت دي وإن شاء الله أتمنى منكم أن تشتركوا في القناة القناة طبعا ممكن الناس تقولي أنت عند القناة اللي بتاعت العرايس لتعميلي واحدة تانية والله في الحقيقة أنا حب أن أكرس القناة الأولانية دي لشغل العرايس فقط وأنا منفذ عليها عرايس كتير جدا وحبيت في القناة دي إن شاء الله أنفذ حاجات متنوعة من ضمنها عروسة القماش اللي كل الناس كانت لسا منتظرينها مني فحبيت أنفذها على القناة دي تبقى قناة خاصة بعرايس القماش وتفصيل والخياطة بتاعت العرايس هشتغل على عروسة اللي هي الباربي والحاجات دي ملابس قماش إن شاء الله يتعالى ودي هيكون عليها حاجات متنوعة يعني حاجات خاصة بالهند ميد التانية فقط لشغل الأميجرومي وكل فترة ممكن أن نزل على القناة دي برضو حاجات سهلة وبسطة جدا للناس المفتدئة وتقدروا تستفيدوا منها إن شاء الله يتعالى أتمنى منكم تشتركوا في القناة وكمان تساعدوني بإذن الله إن أنا أوصل القناة دي برضو لعدد من المشتركين إن شاء الله أو لو ما وصلتش أنا مش مشكلة عندي المهم عندي إن أنا أعمل حاجات متنوعة وبصراحة من زمن عايزة فكرة الموضوع بتاع الخياطة والتفصيل ده وأنا لسه بدرسه وبشغل على نفسي فيه وإن شاء الله تبقى قناة مفيدة ليكم بالنسبة للعروسة دي هي عروسة ميدالية يا جماعة جميلة جدا جدا هسيب لكم رابط الفيديوهات بتاعة الجسم في صندوق الوصف أو التعليق إن شاء الله يتعالى وأتمنى أن تنفزوها وتوريني شغلكم وإبداعاتكم إن شاء الله يتعالى يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الجزء الأول من العروسة بتاعتنا أو هي العروسة هتخلص معاك في نفس اليوم عامة فهنعمل العروسة دي في فيديو واحد وإن شاء الله هتعجبكم ويلا بسم الله نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الخامات اللي هنحتاجها للعروسة بتاعتنا هو عبارة عن إليز ديفا أو المتاحة عندك لو فوريفر هيبقى حلو برضو مع الحجم ده وهستخدم خيط أبيض فوريفر ديفا وفوريفر تمام؟ وللشعر هستخدم خيط صوف وللشعر هستخدم خيط صوف هو عبقى اسمه سبرينج تقريبا شلها بسبعة ونص أو تمانية جنيه ده باستخدمه في الشعر بتاع العروسة بتاعتنا تمام؟ وهستخدم للتطريز آآ الخيوط دي خيوط الخياطة العادية المتاحة عندكم في البيت تمام؟ هستخدمها في تطريز العيون آآ وهستخدم آآ إبر مقاس واحد ونص وكمان علشان الخيط الرفيع هستخدم إبر مقاس واحد تمام؟ وطبعا آآ إبر للخياطة ودي آآ علشان أقدر أتحكم وانا آآ بطرز العيون ما تتعبنيش إيدي هنبدأ مع بعض بإذن الله أول حاجة هنعمل الفستان بتاع الجسم بتاعنا طبعا زي ما ذكرت إن الجسم موجود آآ عندي في القناة التانية آآ هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للباترون الجسم وهسيب لكم برضو في أول كومنت هي طولها هيتروح 10-12 سنتي وحلوة جدا ميداليا آآ وخفيفة ومش هتاخد معك أي وقت والجسم ده بيخلص معي على طول على طول جدا بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هنبدأ فيها الفستان بتاعنا فستان سهل جدا بسيط قوي مش هتحتاج تعملي آآ صدر المربع ولا الكلام ده هنبدأ نشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حد عشر اتناشر هي سلسلة هتكون بمحيط دوران الصدر بالشكل ده من الوراء لسه كمل طبعا السلسلة بتاعتي التكنيك ده تقدروا تستخدموه في أي عروصة وأي حجم مش بيحتاج لها عدد معين وهبدأ ألفها كده حوالين أشوف بس هي مزبوطة ولا لا حوالين الجسم بتاعي كده بالشكل ده وأبدأ يا حابين تشتغلوا على الجسم على طول كده كده أبدأ أشتغل أدوار سبتة على السلسلة بتاعتي دي بشكل ده حشو هشتغل جرزة حشو طبعا الناس اللي هتسأل إيه هو الحشو الجديدة على الموضوع ده وأنت بتطغلي في غرزة السلسلة وتطلعي بالخيط معايا تنين على الإبرة كده أطلع منهم كلهم أدخل برضه في الغرزة اللي بعدها أطلع معايا تنين على الإبرة وبعد كده أطلع من الغرزة كلها تمام هبدأ أشتغل ده أول دور حشو طريقة دي هعمل دورين أو ثلاثة كمان هرجع أقولكم أنا عملت كان بالزبط بنفس الطريقة على كل جرزة حشو ورزة حشو كمان هكمل تقريبا اللي هنا اللي هنا كده مثلا وبعد كده أبدأ أنفيش الفستان بتاعي واركو زي نعمل التزايد بتاع الجيبة بتاع الفستان بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد ما خلصت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبع أدوار ثبات على عدد الثلاثة اللي أنا عملته على دوران الصدر بتاع العروسة بتاعتي تمام بعد كده هبدأ أعمل الجيبونة بتاع الفستان بتاعتي أو النفسة بتاعتي الفستان هبدأ أشتغل في كل غرزة من اللي أنا عملتهم دول غرزة نصف عمود غرزة النصف عمود هي ان انت بتاعدي خطع الإبرة وتدخلي في الغرزة نفسها وتطلعي في ثلاث خيوط على الإبرة تمام هتطلعي منهم كلهم أعملها تاني في نفس الغرزة خطع الإبرة أدخل في الغرزة بتاعتي أخد خيط كده معايا ثلاثة على الإبرة أطلع منهم كلهم تمام فهعمل تزايد يعني كل غرزة فيها تنين اتنين نصف عمود تمام كل غرزة هعمل فيها اتنين نصف عمود في الدور ده بس الدور اللي بعده هنعمل حاجة تانية غرزة تانية مختلفة حابين تمشي بها يعني هتبقى حلوة برضو حابين تكملوا بالغرزة دي برضو مش مشكلة حابين تكملوا بغرزة الحاجو هيبقى برضو مش مشكلة تمام فهعمل تزايد في كل الغرز كده تزايد بالشكل ده هكمل انا الدور ده في التزايد بتاعي ونرجع بعد كده في الغرزة اللي بعدها او الدور اللي بعده كده اه خلصت الزايد بتاعي هبدأ بعد كده اشتغل في كل غرزة من الغرز النصف عمود هشتغل فيها ثلاثة حاشو كل غرزة هشتغل ثلاثة حاشو تمام ويه هكمل بالغرزة دي طبعا كل غرزة كده بالشكل ده تمام ده اخر دور فيه ادوار يعني ده الدور اللي مفيش تزايد هنعملوا بعد كده نعملوا في الدور ده وبعد كده هنشتغل ادوار سابتة لغاية ما الفستاني يغطي عندنا الرجل نهاية الرجل بتاعتنا تمام هبدأ اشتغل في كل غرزة كده ثلاثة طبعا الادوار التانية اللي انا هشتغلها هشتغلها خلف الكاميرا لكي لا تطولش عليكم في الفيديو واديكم بس الحاجات اللي تقدروا تمشوا عليها وانتو شغالين فانا هكمل الباقي بس حاليا هقولكو على طريق تطريز العيون وهتبقى سهلة اوي 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 وكمان انا منبزة عندنا في القناة التانية هي قناة امان فتيان تطريز كتير للاحجام اللي زاي كده تمام هكمل انا بقي دي بقى خلف الكاميرا بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم في النقطة دي ان شاء الله تعالى اه طبعا انا الفستان لسه هكامله انا اه بحب علشان اه اوافر عليكم الوقت وكده فانا هلسه كامل الفستان انا خلف الكاميرا براحت زي او ما قدركم ادوار سبات بعد كده وارجع اه في الاخر ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل اكتاف بتاعة الفستان بتاعتي زي بيل وهاشتغل اه من الاطراف بتاعة الفستان بتاعي باللون الابيض زي زركشة كده تخلي الفستان شكله اشياء هنجي دلوقتي اللي خد بالتطريز العيون سهلة جدا بسيطة اوي والاحدام الصغيرة دي ما بتاخدش وقت في التطريز تمام انا هنا عملت اه كم دور سابت واحد اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عملت عشر ادوار سبات هاجي فيه المنتصف كده اللي هو في الدور الواحد اتنين تلاتة اربعة في الدور الخامس الخامس هنا كده دي نحددها بالنظر وحط الدبوس بتاعي بالشكل ده من هنا هنبدأ وهندخل بيعني ساني اوضح لكم اكتر بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة هنا بداية العين بتاعتي وهسيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحط النقطة التانية هنا هنبدأ نعمل العين بتاعتي بعد كده هحدد لكم الامف والفم ها يعملون فيه تمام هاجي بالخيط الاسوب بتاعي وابدأ اطلع من نفضل تعملوها في وندخل في الورزة كده اهو وابدأ اطلع وعبي المربع ده اللي انا حطه عنده نحط عنده العين كده وابدأ عبيه باللون الاسود عين الدبوس وابدأ اشتغل عبي النقطة دي بسم الله اشتركوا في القناة وابدأ اكمل اروح على النقطة التانية مربع تاني وابدأ اشتغل فيه زي دي بالزبط كده بعد ما خلصت التطريس بتاع اللون الاسود هجيبها لون بني غامق او فاتح وابدأ احدد ابدأ احدد كده حول الاسود اللي انا عملته من تلات جهات بسم الله نبدأ باشتغل بسم الله الرحمن الرحيم اشتغل بسم الله الرحمن الرحيم اشتغل بسم الله الرحمن الرحيم اشتغل بسم الله 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 الرحيم اشتركوا في القناة بسم الله انا كده بعد ما خلصت حتى تقريبا اتعورت المهم هنبدأ بعد كده نشتغل باللون الابيض حول البني ده في التلات جهات برضو طبعا انا ما قصتش يا جماعة الخط الاسود ممكن دلوقتي اقص الخط اللي هو بني ده الاسود اخليه علشان لسه حدد به العيون من فوق هجيب اللون الابيض بتاعي وابدأ اشتغل برضو حول البني ده بسم الله اشتركوا في القناة 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 الأبيض حدث من ثلاثة كبتة كبتة بالشكل ده والنحة التانية بردو أبدأ أعملها بنفس الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد ما خلصت الأبيض بتاع العين بتاعي اللي حوالي العين النقطة اللي بعد كده هنبدأ نجيب اللي هو الأسوأ اللون الأسود أو الخيط الأسود علشان هبدأ أجيب الخيط الأسود بتاعي وأدخل كده عند مقدمة العين بتاعتي عند اللون الأبيض ويأبدأ أعمل الجفن تاعي بسم الله الرحمن الرحيم والدخل الأسود بتاعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وامشي عليها كمان مرة وارجع اقرر نفس الحركة في العين التانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعمل جمشي بتاعي كده ونحط تانية بسم الله برضو نطلع واحد كده ونسحب الخيط كده الرمش بتاعي يتعامل ممكن تعملوا برضو واحد تاني جنبي كده اللي انتو حابين تمام والتاني برضو هيبقى بنفس الطريقة بالشكل ده كده بعد ما خلصت العين بتاعتي هاجي بقى النقطة اللي بعد كده هممكن تحطوا اللي هو الاضاءة بتاعت العين اللي هي النقطصين الابيض بتوع العين هنعملهم بالوان الاكريليك او ممكن بالخيط الابيض او الوان القماش تمام هبدأ بعد كده هعريكم الاول طريقة الحاجة البتاعي بسم الله طلعت واحد اتنين في نص التالتة كده او في بعد اتنين من الحاجة بتاعي هبدأ اعمل لقصدي اتنين من العين هبدأ اعمل كده كده وابدأ اعيد عليها تاني مرة بالشكل ده كده 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 وابدأ اتنين من العين وابدأ اعمل نفس الخطوات تمام بالشكل بالشكل ده هجي هجي هدد الانف عندي في المنتصف هنا كده واحد اتنين كده 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 اشتغل في الغرزة دي بقت كده مرة رايح جاي كده كده لغاية ما الانفع عندي تتبرز شوية كده 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 ادي كده كده بعد ما عملت الانف بتاعي زي ما انتم شايفين كده اوه هبدأ اجيب خط بقى للبق بتاعي وهبدأ اعمل اعمله تحت الانف كده اعمل بدأ شكها المتطر كده اشتركوا في القناة من بقى بتاعي وده تطريز آه العيون آآ بسم الله الرحمن الرحيم كده انا حطيت الاحمر ده هو عبارة عن اللي هو الرجاجو او الاحمر الخدود بتاعنا عملته بفرسة بس هاجي اقول لكم على نقطة المهمة اللي هي نقطة نقطة الالوان دي الوان قماش وده لون ابيض هجيبه كده واجيب الفرشة بتاعتي وابدأ اعمل نقطة هنا كده بالشكل ده نقطة الالوان نقطة الالوان نقطة الالوان بالشكل ده نقطة واحدة او مقطتين على حسب ما انتم حابين شكلها تمام كده حلوة اعتقد بس ممكن تعملوها كمان بالخيط وده بيكون شكل تطريز العيون بتاعنا بالشكل ده يارب بيكون واضح بالنسبالكو اشتركوا في القناة